موسيقى اهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بدي في النهاردة في المحترف النقد الرياضي اهاب الجنيدي نسأل خير عليك اهاب نسأل خير يا كابتن هاني برحب بيك وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي والجماهير المصرية وان شاء الله كل لسعيدة كده على مصر كلها يا رب ان شاء الله هنتكلم اكيد على منتخبنا وعلى مبارات الكاميرون لكن خلينا اخذ معاك كده بعض الاخبار يمكن الصحف العالمية تطرقت لها بشكل كبير جدا وعلى سبيل المثال صحيفة ديل ميري البريطانية بتتكلم على تصريح غريب جدا ابو بكر طبعا المهاجم الكاميروني لعب النصر السعودي بيتكلم وبيقول اه ان صلاح لعيب كويس بيقدي بشكل كويس مع بلاده لكن هو لا يقنعني محمد صلاح ما بيقنعنيش ومش عجبني بشكل كبير تفتكر ده هل يعني من خلال الحرب النفسية اللي هي يمكن بيمر بيها منتخبنا خلال الايام اللي فاتت بعد الفوز على المغرب ولقاءه مع الكاميرون هل الكلام دوت ايضا من الحروب النفسية على نجم كبير زي نجم محمد صلاح افضل لعيب في العالم طبعا يا كابتن يعني انا بتطفق معك تماما يعني في الكلام ده ضمن الحرب النفسية فينسنت ابو بكر العيد كبير جدا ونجم الكاميرون الاول في البطولة طبعا وهدف البطولة حتى الان ست اهداف ولكن التصريحه ده ليس لو محمد الاعراض انت بتتكلم زي ما بنقول كده الشمس الشمس واضحة للجميع وفيش حد دلوقتي على خلاف كابتن على مستوى محمد صلاح محمد صلاح بيعمل ايه في الكرة في العالم كله العالم كله يخلق القبعات لمحمد صلاح حاليا وعارفين ايه محمد صلاح فانا شايف ان ابو بكر حبي برضو ده النجم الكبير اللي في فرق المواجهة لنا ومحمد صلاح نجم في لقيتنا قال اطلعه بره تركيزه شوية اخليه برضو هو طبعا تصريح يفكر فيه وكده ده قدامنا ايهاب وكمان هو كمان قال انه محمد صلاح لا يسجل بس كثير من الاهداف لكنه لا ينتج شيء في اللعبة ولا يرتق لي لمستوى كلين مبابي فهو تصريح مستفز يعني تصريح انا يعني مستفز بشكل كبير انه خلي بالك هو بيكلم في النقطة هو مفروض لعيب هداف يقول لك هو محمد صلاح ما بيعملش حاجة غير انه بيجيب جوان كتير يعني انا يكفين يكفين ان محمد صلاح يجيب جوان كتير بالضبط انت راس حربة يا فينسنت نفسك انت كل اللي بتعمله مع الكاميرا بيجيب اهداف يعني هو مش لعيب بيمر التمرات حاسمة بيعمل حاجة بيساعد في الدفاع هو برضو لعيب هداف والتصريح ده كابتن يعني التصريح لقى عليه انتقاضات كتير في السوشيال ميديا من محب صلاح سواء في انجلترا أو حتى في العرب ومصر والدنيا كلها كله انطقت تصريحاته دي والبعض يعني ضمها زي ما حرق قلت الوقت اللي جاي بالحرب النفسية الحرب النفسية اللي بيمارسها الكاميرون بقاله ثلاث ايام على كافة الاصائدة مسؤولين بداية من تصريحات اتو الغريبة التي ليس لها زي ما كيروش قال له في المتابع الصحفي قال التصريحات دي ما عادش لها مكان في كرة القدم يعني حرب يعني الموت يعني انضمار الحاجات دي كلها ما عادش لها مكان خلاص في كرة القدم الحديثة امبارح الطائرة الدرون اللي الكاب تلف في فوق مران المنتخب وقالوا إجراءات أمنية طب الإجراءات الأمنية دي ما شفناش ليه في الثلاث الأربع ماتشاط اللي فات والخمس ماتشاط للمنتخب حتى الآن ما شفوهاش في التدريب ما حصلتش في التدريب قال لك لا بعدها احتس ملعب أولمبي واللي حصل والتدافع الجمال وكرة إجراءات أمنية فانا شايف لا من الواضح ان فيه بيحاولوا يعملوا جوه من التوتر حوالين تخرج من تركيز هم عايزينك تخرج من تركيز هم خايفين من منتخب مصر يبقى منتخب مصر سيد أفريقيا منتخب مصر هو الأول في أفريقيا كل المنتخبات اللي كانت مرشحة على الورق قبل ما تلعب مصر والمغرب لا ده المغرب ده أقوى